الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد فهذه جلسة من جلسات العلم نتدارس فيها بعض الأحاديث التي وردت في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم فلعلنا نأخذ شيئا من هذه الأحاديث الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنهما قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فغطت وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها قول المؤلف رحمه الله جاءت أم سليم أم سليم هي أم أنس بن مالك كان زوجها مالك تزوجها ومات قبل الإسلام فلما توفي جاء الله بالإسلام إلى المدينة فأسلمت فأسلمت أم سليم رضي الله عنها فخطبها أبو طلحة فاشترطت عليه الإسلام فكان مهرها الإسلام فكان ذلك من أسباب هدايته ودخوله في دين الإسلام وقد جاءت أم سليم من أبي طلحة بعدد من الأولاد منهم عبد الله وقد جاء له ذكر في الرواية والحديثة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تستفتيه فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق يعني أن ما كان من الحق فإنه لا مانع من ذكره وليس من الحياء المحمود أن يكتمى الحق ثم قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت يعني إذا احتلمت المرأة ورأت أنه يحصل منها جماع فرأت الماء فحينئذ هل يجب عليها الاغتسال أو أن ذلك لا يوجب الاغتسال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يجب على المرأة الاغتسال الاغتسال إذا رأت الماء فإذا وجدت أثر الماء على ثيابها فإنه يجب عليها الاغتسال فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فغطت وجهها كأنها استحيت مما ذكرته أم سليم وقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة أي هل يكون من المرأة احتلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي أنها تحتلم تربت يمينك أي أصبحت يدك ترابا وهذه اللفظة قد استشكلها بعضهم وظن أنها دعا على من قيلت في حقه هذه الكلمة بينما قال آخرون بأن هذه من الدعا لمن قيلت في حقه هذه اللفظة كأنه يقول بعد عمر طويل إذا ميت تقبرين وبالتالي تتحول يدك إلى تراب وقبر الإنسان نعمة من الله عليه خير من أن تنتهشه السباع أو تأكله شيء من الحيوانات الأرضية أو الأسماك وبعض أهل العلم قال بأن هذا مما درج على ألسنتهم مما لا يقصدون معناه قوله فبما يعني أنه مما يدل على أن المرأة تحتلم ويخرج منها الماء أن الولد يشبهها في بعض المرات وما ذاك إلا أن الولد يتكون من ماء المرأة كما يتكون من ماء الرجل ففي هذا الحديث فوائد عدة منها تعريف المرأة بنسبتها إلى زوجها ومنها كنية المرأة التي تغلبها وفي الحديث أن العلم لا يستحيى منه وأنه لا يستحيى من إظهار الحق أو من التفقه في الدين وقوله فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فيه بيان أن المرأة قد تحتلم والحديث دال على أن المرأة يجب عليها الاغتسال إذا كان منها احتلام وقد جاء في الحديث تقييد ذلك برؤية الماء وفي الحديث أيضا جواز الضحك فإن أم سلمة ضحكت ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله فغطت وجهها لما سمعته من هذه المقالة التي ظنت أنها تتعلق بأمور يستحيى منها فقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة هذا استفهام على جهة الاستنكار لهذه المقالة وفقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنها تحتلم تربت يمينك فبما فيه أن الولد يتكون من ماء الرجل وماء المرأة وفيه أن شبه المرأة قد يؤثر في مولودها وفيه ذكر لكيفية خلق الإنسان أحسن الله إليكم قال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته فقال فيه الوضوء واغسل ذكرك قوله هنا كنت رجلا مذاء أي يخرج مني المذي كثيرا والمذي يخرج بلا شهوة أو يخرج بغير دفق وقال فاستحييت أي ترفعت وظننت أن مما يلحقني عيبه أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان علي رضي الله عنه متزوجا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولذا استحيى أن يذكر ذلك عن نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وبين المعنى في هذا وهو أن علي كان متزوجا بابنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيه الوضوء أي يجب في المذي الوضوء ومعنى أنه لا يجب لاغتسال قال واغسل ذكرك فيه أن المذي يوجب غسل الذكر في هذا الحديث من الفوائد أن خروج المذي من الإنسان لا ينقص مكانته وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث أن من استحيى من ذكر مسألة تتعلق به فلا حرج عليه في أن يأمر غيره ليسأل عن تلك المسألة وفي هذا الحديث أنه لا يشترط في العمل بالفتوى أن يستمع الإنسان المستفتي الفتوى من المفتي مباشرة ما دام أن السؤال والمسألة تتعلق به وفي هذا الحديث أن والد الزوجة ينبغي أن يستحيى منه وأن لا يذكر له الأمر الخاص الذي يتعلق بالزوجين وفي الحديث أن المذي موجب للوضوء وأنه لا يوجب الاغتسال لقوله فيه الوضوء وفي هذا دلالة لمن يقول بأن الوضوء إنما يجب فيما خرج من السبيلين وفي هذا الحديث دلالة على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء وفيه دلالة على أن المذي نجس لقوله هنا أغسل ذكرك وفيه أن من جاءه المذي وجب عليه أغسل ذكراه حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من مهيعة وهي الجحفة ويهل أهل نجد من قرن وقال ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ قوله في هذا الحديث أن رجلا قام في المسجد ظاهره أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل أي ما هو المكان الذي نحرم منه لأداء النسك والأصل في الإهلال رفع الصوت أو ظهوره ولذا يقال عن الصبي إذا ولد استهل صارخا فنظر الاشتهار ما يصوت به قيل عن التصويت إهلال هذا السؤال هنا عن مواطن الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل أن يرفعون أصواتهم بالتلبية والإهلال وأهل المدينة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة والحليفة مكان بجوار المدينة يبعد عنها المسافة اليسيرة كان في الزمان الماضي في أول أعمارنا بين ذي الحليفة والمدينة قرابة العشر كيلو وأما اليوم فمع وجود هذه النهضة العمرانية الكبيرة التي حدثت في هذه البلاد أصبح الميقات جزءا داخلا في مباني المدينة قال ويهل أهل الشام من مهيعة يهل أن يلبون بالإحرام في النسك وأهل الشام يعني المناطق التي تقع في شمال جزيرة العرب وتشمل الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين كلها يقال عنها الشام وقوله من مهيعة وهي الجحفة هذا هو الاسم الأول وسميت بهذا الاسم الجحفة لكونها كانت على الساحل فكان الناس يركبون السفن وينزلون منها في هذا الموطن قال ويهل أن يلبي بالإحرام أهل نجد فإنهم يقعون في الشرق قال يهلون من قرن المنازل أو قرن الثعالب الذي هو اليوم السيل الكبير والسيل الكبير في طريق من ذهب جهة المشرق وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وهذه اللفظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلملم هي منطقة واد يقع في جنوب مكة وليعلم بأن المواقيت أودية على الصحيح المواقيت أودية ومن ثم فكل مكان من الوادي يمكن أن يتم الإحرام فيه وسواء أحرم من العدوة الدنيا من الوادي أو من الوجه المقابل من الوادي فإن الإنسان يعد محرما من الميقات لأن الميقات هو الوادي سواء من جاله إلى جاله ومن مبتدائه إلى منتهى فالجميع ميقات ولذا كانت هذه المواطن أودية يعني مثلا ذو الحليفة هو وادي العقيق وهو مشهور الآن ومهيعة التي هي الجحفة أيضا فيها واد يحرم الناس منه وهكذا قرن المنازل هو وادي وبالتالي يستمر الوادي إلى أن يصل إلى وادي محرم فالجميع ميقات وأي مكان أحرم من هذا الوادي أجزاه ذلك الإحرام ومن المعلوم أن الأودية تكون يكون لها معتكفات فتدخل مرة وتخرج أخرى والصواب أن جميع الوادي بنع كافاته يعد ميقات لمن أتى عليه قال ويهل أهل اليمن من يلملم يلملم وادي أيضا وينزل من شفى بني سفيان وحتى يصل إلى البحر ففي منطقة يقال لها المجاذمة وقد كانوا بنوا مسجدا للميقات في مكان يقال له سعيا وهو على جال الوادي وذلك أن الوادي لملم هو الميقات قال وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه اللفظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل ابن عمر ما ميقات أهل العراق فقال لم يكن عراق يومئذ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق هذا الحديث فيه فوائد منها جواز قيام الإنسان في المسجد للسؤال وفي هذا الحديث ذكر المواقيت المكانية التي يحرم فيها من أراد أن نسك وفي هذا الحديث بيان المواقيت التي يتم الإحرام منها وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ومهيعة لأهل الشام وهي الجحفة وقرن المنازل لأهل نجد قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم كما تقدم أن يلملم وادي ينزل من شفى بني سفيان حتى يصل إلى البحر قال وكان ابن عمر يقول لم أفق هذه اللفظة ويهل أهل اليمن من يلملم لم أفق هذه اللفظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وذكر العراق أي سئل وأين ميقات العراق فقال لم يكن عراق يومئذ فإنه لم تحدد بعد حدود ومعالم حدود ومعالم المواقيت نعم حسن الله يليكم عن ابن عمر رضي الله عنه معن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ولا الخفاف فإن لم يجد النعلي فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قوله هنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب أي من الذي يجوز له لبسها سواء كان الإحرام بحج أو كان الإحرام بعمرة فقال لا يلبس المحرم القميص والقميص ثياب قد وضعت لجميع البدن قال ولا العمامة وهي ما يلف على الرأس من اللباس قال ولا السراويل وهي ما يوضع لأسف البدن ولا البرنس أيضا لأنه مخيط مفصل على قدر العضو ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فالزعفران والورس من نواع الطيب ولا يجوز للمرأة أن تطيب خارج بيتها قال ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران أي صبغ بهما ولا الخفاف يعني المحرم لا يلبس الخف وما يغطي القدمين فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فالنعل نوع من أنواع الأحذية تدخل القدم فيه ولا يحتاج إلى ربطها وغير ذلك إذن عندنا القميص يكون لجميع البدن والعمامة للرأس والسراويل لما هو أسفل ولا البرنس والمراد به ما كان مغطيا للبدن ومغطيا للرأس في وقت واحد وهو ثوب واحد قال ولا ثوبا مسه الورث أو الزعفران فالثوب الذي طيب أو صبغ بهذين الأمرين لا يصح لا يصح للإنسان أن يلبس الخفاف لأنها مقيطة على قدر العضو إلا من لم يجد النعلي فإنه لحرج عليه في لبس الخفين لكن ليقطع هما يعني يقطع يعني يقطع هذين الخفين الذين لم يجد سواهما حتى يكون تحت الكعبين فإنه لا يجوز إسبال ما وراء الكعبين قوله ولا تنتقب أي لا تلبس المرأة النقاب الذي فيه ثقب أمام العين وإنما تغطي وجهها بسادل قال ولا تلبس القفازين وهما ما توضع الأيدي فيه لبرد أو لرابة في التستر أو نحو ذلك ففي الحديث منع المحرم من عدد من أنواع اللباس وهذا يدل على أن ما عداها يجوز للمحرم لبسه وفي الحديث جوازوا لبس هذه الأنواع من أنواع الثياب القميص والعمامة والسراوية والبرنس وما مسه ورث أو زعفران وهكذا الخفاف والواجب على الإنسان أن يبتعد عن كل لباس يكون قد فصل على قدر أعضاء البدن قالت فإن لم يجد النعلم معناها أن المحرم يجوز له لبس النعال ولو ولو في أطرافها خياطة فإذا عدم النعلي فإنه يلبس الخفين ولكن بشرط أن يقطعهما حتى يكون تحت الكعبين قوله ولا تنتقب أي لا تلبس النقاب مرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهو ما فصل على قدر أصابع اليد فهذا يقال له قفاز ولا يجوز للمحرم أن يلبسه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين وأصلح الله أحوال الجميع كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح والسداد هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين